اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش لاحد أن الائتلاف الذي تقوده السعودية استخدم ذخائر عنقودية معذورة من صنع أمريكي في غاراته الجوية على مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن وأفادت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان عن وجود صور ومقاطع فيديو وغيرها من الأدلة التي تؤكد استخدام ذخائر عنقودية في الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف خلال الأسبوع الأخير على محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين في شمال اليمن على الحدود مع السعودية وأشارت إلى أن هذه الأسلحة التي تنفجر لاحقا بعد سقوطها تشكل خطرا طويل الأمد على حياة المدنيين مذكرة بأنها محظورة بموجب اتفاقية وقعها 116 بلدا عام 2008 بدون أن تعتمدها أي من الولايات المتحدة والسعودية واليمن وتعرضت السعودية لانتقادات متزايدة تناولت حملة الغارات الجوية التي تقودها منذ 26 من آذار مارس في اليمن على رأس تحالف من تسع دول عربية ضد مواقع الحوثيين في اليمن بهدف منعهم من السيطرة على مجمل البلاد بعد أن دفعوا الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي لمغادرة البلاد واللجوء في السعودية